السلام عليكم ياهل ابيكم اليوم ارجعنا لكم شي جديد هي السمسمية طلبتها الي احد المشاهدات السمسمية مكوناتها جدا سهلة ما يرادلها اي شي كلش طيبة لذيذة واحنا مسويها بالبيت على نظافة يعني يعرف شي نمخلي لها هواي طيبة جربوها لا تفوتكم ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فعلوا الجرس اذا ما تفعلونا ترى ما يوصلن الفيديوهات حتى يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة كلش طيبة بسم الله الرحمن الرحيم عدنا كوبوين من السمسم نخليهن على نار هادئ ونهسيهن او نحمسهن نهسيهن باللهجة العراقية نحمسهن يعني الى ان يصير كريسبي يعني ينحمس وبس ينحمس وهو عن نار الهادئ نضيف له ملعقتين شكر وملعقتين دبس ورأسهن نمزجهن بسرعة كون نمزجهن حتى يتجانس المواد مع بعضهن ونطفو الناء لان حتى ما يحترق انا هنا ادهنت القالب بس اعطي ملاحظة انا غلطت حطيت هواي طحينة هو راشي يعني المفروض اقل الكمية انا هواي غلطت بهذا الشي وهنا انا مزجتهن كملتهن وهسه خليتهم بالقالب وطبعا لازم يساوى والايد تكون مدهونة قليل من الطحينة من تريد تساويها لانه هو صعب شوي يلزق بالايد هسه هنا بدينا نساوي قليل تدهنين ايدك بالطحينة قليل وتضلين الساوينة ترصينه وقبل لا ينشف رأستن يكون الساوينة جاهزة تقطعونه ومثل ما قلت الراشي اللي يجول لي هي الطحينة كان كل شي هوي غلط انا يعني صار غلط من عندي صراحة لان الراشي اذا هوي ما يبس عدل كيفكم شون تيتقطعونه مستطيل مربع كيفكم شون ما تيتقطعونه تقطعونه هنا يبس وبدينا نخلي بطبقة تقديم وصحتين وعافية علينا وعلى عيونكم واذا اعجبكم الفيديو ارجو الاشتراك بالقناة ومتابعتني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وهنا راح نزينها بالكوكونات اللي هو لب غراش بالعراقي او جوز الهند صحتين وعافية مع السنامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر